مساء الخير أصدقائي كيفكن اليوم؟ أصدقائي حابب أقول هلأ في عندي خبر بهولندا بس رح تركه لأبعدين فيه الناس عم تقول لي إنه قديش تقريبيا الواحد بيضل يعني لابن ما ياخد الإقامة ولم شمل وبيت يعني هالأمور كله قديش بده كم سنة أو كم شهر أصدقائي يعني أنا متوسط فيكن تقولوا بين السنتين ونص لثلاتة نادرا أقل أصدقائي ولكن فيكن تقولوا تحطوا ببالكن سنتين ونص ثلاتة لحتى تاخدوا إقامة ولم شمل وبيت وممكن أكتر كمان أصدقائي وممكن أقل كل شخص بيختلف عن التاني ولكن تقريبيا بيالحدود سنتين ونص لثلاتة هيك فيكن تقولوا طبعا بهالثلات سنين أنا بنصح تتعلموا اللغة تندمجوا مع الشعب الهولندي أهم شي تتعلموا اللغة لأنه بكرا بس طلعوا على البيت اللغة رح تفيدك فاستغلوا أنت بالكام هالأمور كلها اللغة شهادة الإسواقة جدا مهمة وجدا ضورية أصدقائي هم في هولندا فأنا حبت أن أوضح أصدقائي إجاني سؤال طبعا هذا السؤال للناس اللي ما عندها فكرة أنه الواحد الموجود هون بده يعمل لم شمل بده يعمل لم شمل لزوجاته الاثنين لأصدقائي بده يعمل لم شمل لزوجة واحدة ما فينو يجيب زوجات ما فينو يعمل لزوجتين تماما أصدقائي؟ أصدقائي خبر بهولندا يتم استخدام اللحوم من خيول السباق المهملة بشكل غير قانوني في الوجبات الخفيفة عبر هولندا وينتهي الأمر باللحوم خيول سباق إيرلندية وبريطانية المهملة بشكل غير قانوني في كرات اللحم الهولندي والكروكيد وطبع ما بينصحوا أنه الناس تأكل من هاي اللحوم لأنه ممكن هدول الخيول بتكون أخذة أدوية العلاج للإصابات طبعا أصدقائي الخبر هوني فيكن تقروا وتحياتي لجميع بتمنى نكون كل خير ثلاث اسماء كل عادة فادي حلاء حبيب علبي ميمي والشهم تحياتي لجميع وهي سعيد أوار بإمكاني غير قلينة بإمكاني هو مستخدم حسنا حسنا